اهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من عيادة الكنسولتو عيادة الكنسولتو النهاردة بتكمل مع مرضى السكر و بتقول لهم نصائح مهمة طبعا الصيام بصفة عامة مفيد للجسم انما في مرضى السكر وبالذات من النوع الاول بتبقى فيه مشكلة مرضى السكر من النوع التاني اللي ممكن يحصل لهم هبوط في السكر باستمرار بيبقى فيه حتى كده شارط عند الدكاترة فيه يعني زي اسئلة واجوبة لو الشخص جاوب عليها ولقى نفسه في رزق او في انه هو ممكن بيخش في هبوط سكر باستمرار عنده السكر مش منتظم ارتفاعات وانخفاضات فيبقى افضل ليه انه هو يستشير الطبيب وياخد الرخصة بالفطار حتى لو هو من النوع التاني اللي احنا قلنا انه هو مفيش مشاكل انه هو يصوم بالتأكيد مرضى السكر يفضل انه هما مايلعبوش رياضة قبل الفطار على طول لان الرياضة والمجهود البدني بصفة عامة بتتعب وبتحرق السكر بصفة عامة وهو اكيد مريض السكر او الشخص اللي صايم بيبقى قبل الفطار لنسبة السكر عنده بتبقى قليلة جدا فالافضل لو حيلعب رياضة لو حيعمل نشاط بدني يعجله لبعد الفطار الانتظام على الدواء وزي ما قلنا تقليل كمية الدواء للشخص اللي هو مريض بالسكر ومنتظم على الدواء وخلاص قرر انه وحيكمل لان هو من النوع التاني والدنيا مظبوطة معا ما فيش فيها مشاكل يبقى بيستمر على الدواء ويقلل الكمية قد ما يقدر وبالتأكيد الاكل يبقى معتدل لا حنزود في السكريات ولا حنقلل منها تنظيم المجهود البدني مع الاكل مع الدواء هو دول الفايصل كل حد حيبقى عارف ومعه الجهاز بتاعه جهاز تحليل السكر اللي هو السريع بيفيد طبعا ان هو يتابعه بالذات لو حصل له اي دوخة او عرق او رعشة لان دي من الحاجات المنذرة وساعتها لازم يفتر